اشتركوا في القناة وهنا بها الشباب التونسي اللي يعتبرهم هما ثروة البلاد وشبه القمر الصناعي هذا بالثورة التونسية نجموا نعتبروا انه هذه اول خطوة لتونس نحو الفضاء هنا نشوفوا في انطلاقة القمر الصناعي اللي من كفاءات 100% تونسية واللي خرج كما قلت لكم 7 متى صباح اليوم من قاعدة كازاخستان فمبروك التونس واحنا عنا ديما فيقة كبيرة في شبابنا وكفاءاتنا حتى مش شبابنا كفاءاتنا بمختلف اعمارهم احنا فرحنا برشا بالتجربة هذه ومن نجموا نقولوا كان مبروك التونس مبروك التونس بالادمغة اللي عندها ومبروك التونس وللعلامة التونسي ومحلهم شبابنا ومحلنا كين نوروا العلامة التونسي وكين نرفعوه في العلالي فمبروك مرة اخرى التونس مازلت نحكيه على الكفاءات التونسية اليوم باش نحكيه على محمد أعطية اللي ما يعرفوش هو مناضل تونسي من موليد 1903 في سوسا قرأ بالمدرسة الابتدائية الفرنكو عربية بسوسا ومن بعد كمل قرايته بالصديقية بعد تحصل على البكالوريا مشال فرنسا وقرأ في السربون وغادي تحصل على شهادة التبريس في اللغة والأدب وهكا يكون اول تونسي ومغربي ياخو شهادة هذي دون تحصله على الجنسية الفرنسية هنا لازم يقولكم انه شهادة التبريس في اللغة والأدب كانت الشرط المتاحة انه لازم يكون عندك حامل الجنسية الفرنسية اما لا محمد أعطية خذاء شهادة هذي دون تحصله على الجنسية الفرنسية رجع لتونس وبدأ مسيرته في مجال التعليم بصيفته مدرس ثم مدير في صديقية وكان هو سبب وراء بناء المركب المدرسي خذنا دار تنظملنا اليوم بنت المناظر الراحل محمد أعطية زينب أعطية الناشطة بالمجتمع المدني واللي بشتحكينا على كتاب محمد بن أعطية اللي كتبته أختها آمنة بالخوجة واللي يحكي على مسيرة بوها في البداية مادام بونجور بونجور عايشك عايشك نهنيكم على صدور الكتاب يفضلك وانا نحب نشكر تلف زاتي في اللي أعطتنا الفرصة هذية نحب نشكر الأعوان الكل نحب نشكر بانسور معناها الشباب التونسي اليوم التحدي العدد واحد هذه الكفاءات التونسية الشباب هذا المستقبل هذا اللي بناننا تونس هذه معناها الشباب التونسي اللي هو معروف بالكفاءات متاعه تونس هي بلد صغير ولكن ولكن هي معناها متاع الموارد البشرية هي المعروفة بهذه الثروة هذية أنا مادام جواهر اليوم في الصباح فخورة برشاء حنا نزيدة فرحانين برشاء الانجاز هذية ونزيد نكون فخورة أكثر بانجاز الكتاب الكتاب هذية أي هو جاء تثمين وتخليد بنظالات والدكم محمد عطية لن تذكروا كتاب اسموا للي باسر الولميرة نإذا وفضل الواسل الوامر هو ناقل الانوار هو بدأ بيها لقمه سيد هشم جايد ربي فضل وكان يعني من أول المنابلين في ميدان التعليم هو نجموكول كان حيث كثيراً من قامات العام في تونس بلدنا العزيز ومشحنا نظلنا وخرجنا الفرانسيز في وقت الاستمار كان بسلاح الثقافة والقراحة بالكولتور نعم، أنت قلتها اتوى فمعبيد كنجي نقول تضحك كنجي نحاربوا بالفن لماذا نحاربوا بالفن والثقافة كيف حاربنا قبل بهم؟ نحارب بالفن والثقافة والتعليم والإنجازات في ميدان العلوم خاطر اليوم تحدي واحد ولذلك نتفكره هو والد يرحمه وينعمه مبارشة ناس يمكننا معرفوه كيف يلزم ولذلك الكتاب اليوم نحن عليش فخورين به خاطر الكتاب هو اللي يعاود رد الاعتبار للتاريخ رد الاعتبار يعاود معناها يكتب النظالات متاعه في ميدانة ذي التعليم الإصلاحات اللي قام بها واليوم معناها عنا شوية هكا في الميدان التعليم فهمها شوية اضطرابات هكا قاعدين معناها نعيشوا فيها ولذلك الإصلاحات ولا بد منها خاصة انه محمد عطية الراحل في السنوات هذيك وكان فكره تنويري تطبق أفكاره الى يومنا هذا ويمكنه تكون حل للمشاكل اللي نعيشوا فيها مدام ما زينب كانت تحكينا على على محمد عطية على نضالاته على الفترة الصعيبة اللي عشتوها مالجري هو من قامات الكبيرة لتونس اي احنا عشناها معناها من جهة النظار المتاعه خاطر احنا معناها وقتلي الوالدة اللي يرحموا ينعم وتخلوا عاش في الصديقية باش عاون برشا معناها من قامات زادة البلاد اللي بناه وذيع انا نحب زادا نحيي معناها إطار التربوي الكل اللي في خزندار واللي في الصديقية الأعوان معناها اللي زينس بكتاغ والكل هم دغاب نحب معناها نحيي الشباب اللي اليوم قاعد سواء في خزندار ولا في الصديقية عليش خاطر معناها الطريق متاحهم كان ضاوي بهال النفس دي بهالإيمان بالسلاح متاع التربية ومتاع الثقافة ولي ذا هو كي وقت الفرانسيس معناها يحبو ينسيونا في الهوية وقته متاع انا ذاك معناها الهوية متاع التونسي العربية الإسلامية العربية هو حاول يقول السلاح معناها متاعي هو باش نكون انا متمكن مع هاللغة هذية وكيما قلت انت سيدة جواهر معناها خضي الأول مبرس في اللغة العربية والأدب وكل وظهر للفرانسيس اللي معناها نجم احنا نكسبه اكثروة ذيكا متاع الثقافة وثروة متاع العلم ووقت حل البيب زيدا للي بعده كيما قولوا للي بعده وهما اللي معناها ابناء والبلاد وبينسور السيد رئيس الجمهورية متاعنا سقاي سعيد نحييوه اليوم خاطر كان صادقي كنا زيدا عمنا ايامات دراسية مع عبشليل تمي من حييوه خاطر جاي السيد فويد المبزع زيدا معناها انتان كو برزيدان لاربوبليك وحنا حبينا زيدا نحييوه اليوم زيدو نتفكر والسبعينيه متاع مع هاد خازندالي بشتاق في نوفمبر ان شاء الله بقود التربية في 2021 ونطلبه يعني من السيد زيدا رئيس السبق سي محمد الناصر ربي يشفيه خاطر زيدا كان يعني من خزندار وربي يحييوهم وربي يطولونهم في عمرهم الكفاءات التونسية هي اللي بنات بنات بلادنا وهي اللي اعطاها ترموح وتاع النظام في الشباب مشاهدين يتفرجوا ممش فاهمين الربط ما بين الصديقية وما هاد خزندار كانت تفسر الهين ولذا نفسر الهين في مخاطر هو وقلي كان في الصديقية وبدأوا العباد يجيوا معناه يتبعوا من كل أنحاء البلاد من الجنوب من القايع وخرى وكملتوا راب الجمهورية جواوا بشيقروا في الصديقية وما عندهم مش يعني امكانيات وكان الوالد الله يرحمه وينعمه يعني يسهللهم في الأمور وكل ولا تبرك الله كل العباد كلهم لخالتين صديقين مع الشيقاء وبقع ولا فكر بشي يعمل معاد خزندار ووقتها قام بمعركة كبيرة على خاطر يحب يأخوا البجي بشي نجم يعني يبني بيا خزندار وزيد خذام شي وقتها في الوقت ذاك مع الفرنسيس ومع الباي وكل شيء خذيه الأرض اللي توا معناها حقه معاد خزندار هو تقسم في ثلاثة أجزاء هو أما فما جوز يعني وقت الثورة متاع 2011 ويعطيهم الصحة وكان السيد فويد المبزع وكان معناها سيد طيب بكوش وزير التربية وكل حاولوا يعني رد الاعتبار عطاول اسم متاع جزء من معاد خزندار سميه معاد محمد عطية خزندار أما هو ما كانش مقسم رهو طيب قعد مقسم ورانا ماذبينه وكان قعد معناها حتى يدخل في التراث رهو التراث متاع بلادنا تراث الفكري بلادنا المعروف كان الوالد يحب أكتليم ذا معناها يزرع فيهم روح التعليم وزرع فيهم هو على خاطر لكلهم كانوا معناها يحبوا يوصلوا بش يتمكنوا مكل أدب وكل أحمل بانسور وكالإصلاحات الكلو دخل معناها العلوم ودخل اللغات حتى اللغات الميتة زادة الإباك في غريكي لاتان وزاد كون بيهم وزاد وزاد قدام الميزانية وصفر الميزانية ونجم معناها يبني ما عندها خزندار وقعدت مدة كاملة ما يعرفوش كون المؤسس وهو الوقت صارت الله يهديهم بعض عبيد معناها مع رئيس بورجيبة اللي هو كان راهو صديقه وقال بفمه رئيس بورجيبة الله يرحمه معناها قال اللي هو كان صديقه وكانوا مع بعضهم يعني مرة في فرنسا وما يقرهوا غديكة وعطاه المأوى في بيته معناها وكان مع الأستاذ الله يرحمه محمد ساقة زيدة كانوا مع بعضهم فرط بيتهما اتوديان وقبلوه وعاونوه أما الويلد معناها أكل اللي صارتها كان بعد من عفوش الله يهديهم صارت له محاكمة محاكمة ما كانتش معناها منصفة بالكل كانت ظالمة وكل والذيق عندنا برشة معناها ما سمعنيش برشة على الأستاذ محمد عطيه ولكن رد الاعتبار وقاع خاطر صارت بيانسور ومعناها العفو التشريعي الخاص اللي هو ما بعض مكوثة في السجن هي المحاكمة صارت في 58 المكوث للسجن المناظر كما هكا المناظر فكري هي اللي تحزن مداما زينب أمنا عطيه بالخوشة اختارت الوقت هذا اختارت الوقت لإصدار كتاب محمد عطيه لباسور دولوميار ما فيها 255 صفحة تحكي على نضاله وتحكي على تلك المحاكمة تحكي على أشكونه محمد عطيه عليش الكتابة ذاية عليش فكرتوا اليوم بش تكتبوا هل تظلم هل تنسى هل الذاكرة ما تذكرتوش اي احنا هذك عليش مدام جواهر الكتاب هذيه هو اكتشاف للحقيقة الحقيقة التاريخية هي مدامامنا احنا بيانسوغ معناها هو كتاب عائلي اما كان معناها اللي الكل هم عاشوا مع الأستاذ المرحوم محمد عطيه ودي ما يقولوا لازم ننصفوه ولازم المحاكمة هذيه عاودوها على خاطر ما كانتش صحيحة وكانت ظلمة والذي قلنا نكتبو الكتاب احنا صارتنا مشاكل مخابيش عليك اللي برشة معناها بعد العفو التشريعي هذيه الخاص ان كاتر وفين دو عودنا معناها تفكر برقيبة وقتها حاجة وكل الله يعدي وقتها عباد دايرين بي وكل خرجونا من دهرنا سرع الناسيس سرع الناسيس برشة كتب متاع وبرشة كتابات متاع الأستاذ ما نجمناش معناها تحصلوا عليهم كان بالعودنا معناها لقينا كيفاش كان هو وقتها مريض والوالدة مريضة وكل شاي كيفاش حاطينيهم مقابلة ولاده واحنا تبرك الله معناها اللي يقول لك خلا خليفة ما ماتش وكل شاي معناها كنا متقلمين حمدول الله دم جوار والشي هذيه كنا لازم ولا بده يخرج الكتاب اللي نسميه هناك الأنوار خطر هو معناها كان يذيء التاريخ قدام الصغار قدام الجيل القادم اللي لازمها تعرف معناها شكونوا من المناظلين في بلادها خطر هو كما قلت لك كان معناها مناظل وكان حد معناها يأمن بالشي هذيه وحاون الله يرحمهم عبد مجيد شيكر حاون فرحة حشيد عاون عبدو كان يحب قريب شوية من الدستور القديم وكل شاي حصل دونك هذيه الكلة معناها يلزمها أيامات دراسية باش نجمو نذكروها وإن شاء الله في المستقبل باش نعملوهم أيامات وكل أما الكتاب هذيه كان يحب معناها يظهر هالتاريخة ديه ويظهر الحقايق متاع محمد عطيه والمسيرة متاعه هو منقسم في ثلاثة فصول الفصل الأول هو المسيرة والنظالات متاعه من أجل معناها رد الاعتبار أي رد الاعتبار لللغة العربية والهوية التونسية زيدة اللي عندها معناها رسالات معناها باللغة هذي اللغة العربية هذي اللي احنا اليوم من حمد الله معناها الشباب يلزموا يتقنها ويلزموا يلقى معناها شكونهم الإكسبير والسانتفيك بيانسور اللي كانوا وراها زيدة ولي ذا معناها الفصل الأول هذا الفصل الثاني معناها حاولنا نفسروا على المحاكمة كفية صارت وشنوه معناها خاصة انه ما فاماش ديت خاس ما فاماش ديت خاس الى حد اليوم تحكي على المحاكمة اللي صارت للمناظر محمد عطايا ايه مكان ضاع مبارشة مادام جواهر ولي تقلم منا حتى التوراه وعنا وقته ووقت مع الأستاذ عبشليل تميمي جاء والناس كله عملوا الشاهدات وكل شيء والفصل الثالث هو يظهر اللي بها الشاهدات متاع رجال التعليم ورجال الأدب معناها يظهروا شنوه العمل اللي قام بيه شنوه الإصلاحات اللي قام بيها كيفاش ما عد خذنا دهر معناها جيتوا الفكرة باش نجم يأسوا كيفاش احنا دايغ الفصل الثالث تلقى فيها حتى شاهدات معناها متاع رجال التعليم ورجال سياسة رجال هذيك مذبينة معنهم ناس تقرع باش تنجم تكتشف هالحقائقاتية خاطر كي تعمل كتاب راه وتعملوا للطريق باش العبيد دي ما تعرف الحقيقة وين القواه هو موجود هذي موجود دوان حمد الله في المكتبات الكل حتى لا بنو حبيب برقيبة كان فيها هناك قناة رجال تونيزان وفاة حسنا باعث جميع المكتبات هشام قاسم تجد صحة تبقى علينا بش الكتاب خاطر احنا حبينا الشهادات جايونا برشا حبينا معنا نوصلوهم للمشاهدين والمستمعيين واللي تحب معناه قبل ما نختم معاك مادام زين بوقتاش نشوفو الكتاب بالعربية بما انو مناظر محمد دعطية كان الرسالة بالعربية عندك الحق الرسالة بالعربية احنا عنا شكون توا بش ترجمو وجاي معناه صديقنا هو بيتو مختص في الترجمة انا بدي عندي واختي زادة مختصة برشا في الترجمة احنا تبارك الله ما خبيش عليك البنات الكل واخويا ما زيبك يتوفى الله يرحموه نعم ما شاء الله قلتها قبيلا انويت من محمد دعطي على الاقل ولا دونك عنا شكون معناه بش ترجمو ان شاء الله يخرجونا في اقرب وقت بش يسميوه معناها كما قلت لك ناقل الانوار الانوار نور الثقافة اختيار عنوان ياسر مزين خليلي كلمة الختام مادم زينب الله غالب الوقت ازرب الله غالب اما كلمة الختام هو الموارد البشرية هي رأي اساس البلاد البلاد متاعنا عزيزة علينا محمد اعطي الله يرحمو يناعم وكان يحب بلاده وكان معناه يناظر من اجلها واحنا قعدنا ولاده لكلنا معناه ناظروا من اجلها البلاد العزيزة ومن اجل التعليم والثقافة ونقول حاجة برك للصغار طوى راهوما نرجع ونقفو على السقينة كان بالعمل والكد والجد ولذا هذيك عليك ناجطة في المجتمع المدني نعتي من وقتي نعتي من فكري نعتي وراني هنا زيدا مختصة في الموارد البشرية وان شاء الله معناه عنا زيدا حتى معرض موارد البشرية زيدا بش نعملو في دار الثقافة وعندي حاجة برك نقول السمود من اجل التجديد هي كاسمه كتغذية ميديسون هذية وتطور المهرات وتطوير المهرات ويعتيكم الصحة وربي فضلكم يعتيك الصحة مادام زينب على قطبولك الدعوة وعلى الافكار متاعك وعلى انكم الذكروا بمناضلين كما المناضل محمد عطية نشكرك مرة اخرى على حضورك معنا ندعوكم لقراءة كتاب محمد عطية لباسور دولوميار احنا توا مش نمشي وتلزي بوتيك ونرجع لكم اشتركوا في القناة